في إطار احتضان الجزائر لي بطولة كأس إفريقيا للمنتخبات أقل من 17 سنة التي ستجري فعالياتها ببلادنا خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى غاية 19 مايو 2023 قيادة درك الوطني وضعت كل الترتيبات اللازمة واتخذت كل الإجراءات من أجل تأمين هذه التظاهرة وإنجاحها حيث تتواجد وحدات أمن طرقات عبر كافة شبكات الطرقات الواقعة ضمن اختصاص الدرك الوطني والمؤدية إلى الملاعب من أجل تسهيل حركة المرور وجعلها أكثر إنسيابية وضمان تنقل المناصرين من وإلى الملاعب التي ستحتضن مختلف المباريات أيضاً لما يخص تأمين دخول المناصرين وحدات الدرك الوطني ستكون متواجدة طيلة فترة المنافسة بداخل الملعب وخارجه من أجل تنظيم دخول الأنصار إلى المدرجات وفي هذا الشأن نوجه نداء لكافة المناصرين الذين يتنقلون إلى المدرجات أو إلى الملاعب من أجل عدم جلب سياراتهم الخاصة وركنها في الأماكن المخصصة لذلك مع استعمال الحافلات التي تم تخصيصها لنقل المناصرين من مختلف النقاط التي تم تحديدها من طرف السلطات المحلية لولاية الجزائر أيضاً نوجه نداء للمناصرين بعد الجلب كل ما هو ممنوع وغير مسموح به لإدخاله إلى المدرجات على غرار أرولات المياه الحقائب وكل الأشياء الصلبة التي من الممكن أن تشكل خطراً على المناصرين داخل الملعب في هذا الشأن أفراد الدرك الوطني سيكونون متواجدين خارج الملعب ويكونون أيضاً داخل المدرجات من أجل منع أي فوضى أو أي تصرف من شأنه أن يعكر صفو المناصرين داخل المدرجات خاصة العائلات التي ستتنقل لمشاهدة مختلف المباريات يبقى الرقم الأخضر موضوع تحت تصرف المواطنين 24 ساعة 24 ساعة للتبليغ عن أي طارق أو طلب المساعدة كذلك تبقى صفحة طارق على الفيسبوك من أجل إطلاع على حالة شبكة الطرقات قبل تنقل إلى الملعب التي تحتضي مختلف المباريات ترجمة نانسي قنقر